ما قول المبتدعة في التفريق بين حديث المتواتر والأحاد بالتفصيل؟ المبتدعة هيقولون أن يحتج بالمتواتر بعضهم يقول ما يحتج بالسنة مطلقاً لا متواتر ولا أحاد بعضهم يقول يحتج بالمتواتر في أمور العقيدة ولا يحتج بالأحاد في أمور العقيدة هذا غلط كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يحتجوا به والمتواتر هو ما يرويه جماعة عن مثلهم من بداية ما يرويه جماعة يستحيل مواطعتهم على الكذب عن مثلهم من بداية السند إلى نهايته وأما الآحد فهو ما ليس كذلك ما رواه واحد أو اثنان أو ثلاثة المشهور والعزيز والغريب ما رواه واحد هذا غريب ما رواه اثنان هذا عزيز ما رواه ثلاثة هذا مشهور ما رواه أكثر من ثلاثة هذا المتواتر الأحاديث المتواتر قليلة لو ما نعمل إلا بها ما بقي شيء قليلة الأحاديث المتواتر السنة وما كل ما قيل أنه متواتر يكون متواتر بعضهم ألف فيها وجمعها لكن فيها نظر أكثرها فيه نظر أكثرها فيه نظر نعم